السلام عليكم ورحمة الله المقابلة المرتقبة المنتخب المغربي أمام متخب نيجيريا إلى تمت المقابلة سوف تكونem sub mn muggs كبير ملعب المنتخب الوطني المغربي استعدادかأس أفريقيا وهنا نعرف التاريخ المنتخب نيجيريا تاريخ كبير صراحة نق знакомي الموضوع الاخر ولكن التاريخ الكرة النيجيرية، عرفت نجوم ونجوم المنتخب النيجيري من أكبر من أجل بنائما يمكن تكون هذه المقابلة بين المنتخب نيجيريا وموت خاصة من الممتخب نيجيريا جميع المناطر للعناصر يمشون هذه الدولة اللذية يرتفع الاجواء ويعرفوا الأجواء حسن ما تكون في الأراضي المغربية باش اللاعباء يولفوا الأجواء لأننا احنا عم شوروا لكل ديفوة ونماجية تحت على خط الدفاع للعبنات المقابلة المحتملية أمام نيجيريا باش من خط الدفاع اللي ممكن يدخل وليد الرقراقي ممكن يجرب معاد المنتخب العتيد اللي هو المنتخب النيجيري اللي هو واحد المنتخب الكبير عندنا في القارة لأنها اللي هي القارة الإفريقية ممكن يبدأوا بسمعين قندوس لعب البطولة البرجيقية اللي بقي معموره لعب في المنتخب الوطني معموره عيد الوالد الرقراقي ولكن الأصدق اللي كتقول أنه ممكن يكون معنا في اللوائح أخرى لأن المنتخب نيجيري ما عرفناش واشا نلعبه معه في يونيو أو في شوتنبير أو في أكتوبر أو في نوامبير المهم ده بالأصدق اللي كتقول ممكن لعب المنتخب نيجيري كانتظر أن نسمعين قندوس هتكون هذه فرصة مزيانة لأنه اللي مع المنتخب إفريقي قوي جدا اللي يوحل المنتخب النيجيري اللي يبقى وحد المنتخب قوي صراحة في القرى الإفريقية ومقابلها على سنفاع صراحة المغربة نوال النخبة الوطنية وكذلك قلب الدفاع الآخر مع سماعين قندوس لعب جواد لياميق لعب بلد الوالد الإسباني اللي عنده 30 نعم خريج بطولة الوطنية وخريج فاريخ أولمبيك خريب قابل الضبط لعب كبير صراحة جواد لياميق قام بوحد المونديال صراحة هائل جدا مونديال كبير قام به جواد لياميق المدافع المسياني صراحة في المنتخب الوطني خريج أولمبيك خريب قابل الرجاء البدوية فجوش فرق وطنية والآن كلا في بلد ورد الإسباني كان قريب أنه يمشي بعد أصداء كنس كسقول أنه يمشي في فرقة روسية في شهر فراس العام ولكن ما يمشيش وهناك ضائر أي ما أشرف حاكمي بدوني يعني قارش في لك حال أنه ممكن بزاق ديال الكوادر بها يكونوا شلالة في يونيو ولكلا بها مغير يونيو أنه طبيعة حالة يكون أشرف حاكمي لعباريشانجرمال الفرنسي حاضر يعني أشرف حاكمي أفضل أظهر لكي يكون طبيعة حالة في العالم بدونها بدون نقاط طبيعة أشرف حاكمي وخاد العام المستودي لنقص شي شوية وكذلك طبيعة حاكمي كاملة عند المستوى الناقص لعام خرج من عصبات الأبطال أمام بايير مونيخو والدولي فقط تصدر فرق ثلاثة نقاط على المركز الثاني إذا لم يقومي باريشانجرمال للموارسي وهناك آدم مستوى لعب أوديني مثل الإيطالي التي كانت مصابة إصابة لها طويلة شيئا ما وكذلك ممكن أن ينفع وليد الرقرقي في الخطط المجرى وفي المنافسات المجرى خاصة الآن المنافسة التي تتمنى هي كأس إفريقية للأمم وخصنا بسهل لعبها لمقابلة هذه كمقابلة نيجيريا لأنها تنفع حسن المتخاب الوطني المغربي لأن في حال المقابلة كم نفعل النخبة الوطنية أنهم يزيد نسجة مع بعضهم إذا نتشل لكي نخص في هذا الفيديو هذه المدافع لخضر الجامعة المتخب ترجمة نانسي قنقر